تزوجت من 13 سنة واخر 3 سنين حصلت مشاكل فيني وبيت زوجي بخصوص الشات او بخصوص المكالمات او الحوارات اللي في النت ودلوقتي انا مش قبل كده وانتفقنا ان احنا نقعد في البيت يعني كده كل واحد لوحده ومستمرة الحياة بس يقولي ده غلط وده مش حل يعني الحل ده ايه وده مش حل وهي مصرة لأ وفي نقطة بتقول انا مصرة لازم يفتح كل الموضوعات معايا ده مش صح ايوهي ده النقطة يا سيد وده مش صح سيد زهيبة خلي بال حضرتك من الكلمة اللي بيقول ابطلت الشيخ عوالي حضرتك خطأ كبير اوي ان انا اقول له تعالى قل لي كل اللي انت بتعمله ايه حضرتك مش معلش انت مش هتحسبيه طالما الانسان ما بيخافش من الله سبحانه وتعالى طالما انه وقع في زلة اسطوري او حاب يتوب طالما ستره الله تبارك وتعالى يجي هو يفضح نفسه قدام الناس يفضح نفسه قدام زوجته طالما ان الله ستره فاذا خطأ كبير جدا ان انا اقول له تعالى قل لي كنت بتعمل ايه في الفترة اللي فاتت ده انت ممكن تزداد له بغدا صحيح تزداد له كرها اعمل حاجة انت مش عام تحبش تسمعيها فاذا هتبصت لها حصلت نفر اكبر اعمل الجميل اللي انت تعمل ايه اسطر ولا ابتعد عن زوجي حتى لا تزيد الفجوة بيننا نقطه من اول السطر اتركه لله سبحانه وتعالى يحاسبه وممشيش وراه انا زي المخبر زي المخبر اشوفه وبيعمل ايه عما لا اتحسس وتجسس وراه لا الله يكريمك سبير لربنا انصحي قل له انت معك اولاد ومعك زوجة حلال بدل ما الشيطان يستذلك في حرام وممكن اللي مش عارف ممكن كما تدين وتدان بعض الامور الوعظية الجميلة وفي نفس الوقت حضرتك قريبة منه شوف انت مقصرة في ايه يمكن فيه تأثير من حضرتك يمكن انت بتهجري يمكن انت ما بتتزينيش ليه يمكن انت ما بتكلموش كلمة كويسة ما بتبتسميش في وجهه وبتشايا ليه الهم امور كثيرة جدا لما نقعد ممكن للاقي احيانا نزوجة مخطئة فيها فالله يكريمك بلاش تهجريه علشان ما نفوضش او ما نخليش الشيطان لنا مدخل وقربي منه وما تمنعيش نفسك عنه لان بالطريقة دي لا ده هو ممكن لو هو رقيق الديانة ضعيف الديانة ممكن يلجأ لطريق الحرام يبقى انت كده ما عملتش حاجة فحضرتك انت زوجة وما تفكرش ابدا في مسألة الطلاق مسألة اللعبة على الانترنت وده بيتكلم وده بيتكلم الحقيقة مصيبة وطمت وعمت على ناس كتيرة قوي ان احنا بنستغله هذا الاستغلال السيء ولكن اعلجيه وقربي منه وما تهجرهوش وان شاء الله ربنا يهدي سرك ويبريك لك ان شاء الله ويعني وبفرضية ان الزوج مهمل او مقصر او اخطأ وان هذه سيدة كريمة ونبيلة وعايزة تحافظ على بيتها وعايزة برضو بس فكرة الدخول في التفاصيل حتى في حياتنا في بعض مشاكلنا الاعتيادية الدخول في التفاصيل وقولك دايما الشيطان يكمن في التفاصيل نخش في التفاصيل تزداد المشاكل تعقيدا والعتاب يؤدي الى الكره كثرة العتاب ان انا تعالى اقول لي انت بتكلم كذا الله يكلمك بلاش كل ده انت عامليه كزوج كانه ما غض الطرف غمضي بلاش اللي انت تقفيله عنده على كل واحدة وسيبيه لربنا مع النصح الجميل مع الارشاد الجميل ان شاء الله ربنا هيصلح لك الحال